قبل إيه نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أخذ الميثاق على عباده ألست بربكم قالوا بلى وعرفوه وفي النهاية أقام يوما للحساب طبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه سبحانه سبحانه أظهر ما أخفوه سبحانه سبحانه أعلن ما أسروه سبحانه سبحانه وضع ما رفعوه ورفع ما وضعوه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا نبينا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة سيد رسول الله صلاة تنحل بها العقد وتفرج بها الهموم وتزال بها الغموم وتقضى بها الديون وعلى آل البيت الكرام وعلى الصحابة الأعلام وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن المراقبة وما أحواجنا للمراقبة فما هي المراقبة المراقبة كما قيل للإمام المبارك عبد الله بن المبارك ما المراقبة قال كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل نعم وقيل في معنى المراقبة هي خلوص السر والعلانية لمن لا تخفى عليه خافية الله إخلاص السر وخلوص السر والعلانية لرب العالمين سبحانه جل في علاه وقيل أيضا في تعريف المراقبة هي علم القلب بقرب الرب سبحانه جل جلال الله الله وكما قال الإمام بن القيم قال علم العبد وتيقنه بالطلاع الحق على ظاهره وباطنه الله يبقى إن العبد يكون عنده يقين في قلبه أن المطلع على السر والعلانية هو رب العالمين سبحانه جل في علاه فالمراقبة أن يعلم الإنسان وأن يتيقن الإنسان أن المطلع عليه هو رب العالمين عز وجل وأن الذي يسمعه هو رب العالمين عز وجل وأن الذي يراه هو رب العالمين عز وجل كما سمعنا من فضيلة الشيخ ألم يعلم بأن الله يرى نعم الله فضيلة الشيخ أكيد يعني الدلالة طبعا اقرأ باسم ربك الذي خلق وأكيد هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم في الكتاب المبين وفي الحديث ويعني عند الصحابة وأشياء كثيرة في مراقبة الله عز وجل وهذا يدلنا دلالة أكيدة أن الإسلام قد حفى المسلمين جميعا على شدة المراقبة أو حسن المراقبة لله عز وجل نعم إن المتأملة والمتدبر في كتاب رب العالمين وفي سنة حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الآيات كثيرة وأن الأحاديث عدة التي تحض وتحث الإنسان على مراقبة الكبير المتعال سبحانه جل وتعالي نعم أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم يا سلام ولذلك الآيات الآيات كثيرة التي تحض الإنسان وتحث الإنسان على مراقبة رب العالمين قال ربنا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء والله على كل شيء قدير فرب العالمين عز وجل في آيات كثيرة يحثنا على المراقبة والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على المراقبة كما في سنن الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث مشهور جدا أستاذنا الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود الكلام لسيدنا معاذ فحس بل الكلام لكل الأمة قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت أي راكب ربك في كل أحوالك في بيتك راكب ربك في وظيفتك راكب ربك في الشارع راكب ربك في الطريق راكب ربك مع أولادك راكب ربك إذا خلوت راكب ربك إذا كنت بين الناس راكب ربك اتق الله حيثما كنت في بيتك خارج البيت في أي مكان النبي صلى الله عليه وسلم يحطنا ويحثنا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذية أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحوا من الله حق الحياة يعني استحوا من ربنا راقبوا ربنا استحوا من الله حق الحياة فقالت الصحابة إننا استحي والحمد لله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك ولكن النفس السلام هي بأي لنا الحياة ومراقبة ربنا تيجزاي قال ليس ذاك ولكن من استحيى من الله حق الحياة اللي باستحيى من ربنا اللي بيركب ربنا يعمليه ولكن من استحيى من الله حق الحياة إن نبي يوجهنا ولكن من استحيى من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا من فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياة أي هذا الإنسان الذي يفعل ذلك قد راقب الله سبحانه وجل في علاه ولذلك رب العالمين عز وجل استنكر على من استخف بعلم الله عز وجل بما يفعله الإنسان أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال رب العالمين ألم يعلم بأن الله يرى فالشاهد أن القرآن والسنة مديئة بالآيات والأحاديث التي تحض الإنسان وتحض الإنسان على مراكبة رب العالمين وعلى أن يكون الإنسان في قلبه أن المطلع على السر والعلانية هو رب العالمين سبحانه جل في علاه وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أي نحذر من مطلع الله سبحانه وتعالى على العباد